راديو نيل وهو لسه فيه رومانسية لسه فيه رومانسية حتمت البوجودة طبعا على فكرة أنا مش معه خالص فكرة إن زمان كان أحسن لو اتفرجنا على الأفلام بتاعت التلاتينات والأربعينات هتلاقيهم بيقولوا زمان كان أحسن ولو رجعنا ألف سنة وراء وقارينا التاريخ هتلاقي الناس دايما تتعلق بالماضي لأن احنا لما بنشوف الماضي بننقل بس المشهد الجميل اللي فيه بنشوفه من غير مشكله أو فكرة محاولة الهروب من الحاضر بتخلينا نشوف دايما الماضي أجمل لا ولا الماضي أجمل كل عصر ليه مشاهده الإيجابية ومشاهده السلبية وكل عصر فيه رومانسية وفيه حب وبطرق مختلفة من هي مع انتارة بنشداد لما كان بيقول لها ووددته تقبيل الرماحي كأنها لمعت كبارقي ثغريكي المتبسمي ومعنى حربي وجايبه من القتال وإني ذكرتك والسيوف نواهل مني وبيض الهندي تقطر من دمي فطبعا يعني انتوا بتتكلمي هو بيمثل بيئته بس كانت القصائق دايما تبدأ بالرثاء أو بالغزل اللي هم أكتر حاكتين فيهم طاقة للكتابة أكتر حاكتين ممكن يحرقوا الشاعر سواء في تجاه الحزن أو في تجاه الحب رومانسية موجودة بس اللغة بتختلف رومانسية موجودة بس الأجيال الجديدة لها طريقة مختلفة في القرب أو فيها طريقة مختلفة في التعبير عن الحب لن مش معنى أن الطريقة اختلفت أن الرومانسية اختفت اختفتنا الموجودة أنا مؤمن جدا كتبت إيه بقى عن المرأة ما فيش شاعر ما كتبش في المرأة وانا ممكن لها حاجات كتيرة جدا كتبت يعني من أشهر أعمالي كانت طلعت بس أنا عايزة أسمعكم آخر حاجة كتبت عن المرأة وكان لها صدى دمه خفيف جدا في الأمسية الأخيرة الامسية الأخيرة دي جميلة جدا كانت كانت موافقة لازم أشير يعني لها أنه يعني كان الناس يعني فيها بتسقف من قلبها الأجمل كمان من التسقف يا إنجين الناس كانت بتسقف في أماكن التسفيق ويمكن دي الحاجة اللي أنا بفرح بها قوي بحس أني فيه وعي الناس بتسقف للحتة اللي أنا بشوفها فنية عالية أو بيلفتوا نظري الحتة فيها فنية عالية أنا فخور جدا بضائقة الجمهور المصري وبرفت تماما اللي بيتهم الجمهور المصري بالتسطح الناس اللي كانوا حاضرين في الأمسية هم الناس اللي ممكن يسمعوا أغاني المهرجانات على فكرة مش هتدعي أنه هم يعني طول الوقت لكن عندهم ذائق وبيتأثروا بالشعر وبيفهموا القصيدة الفصحة ربما الجو بتاع الأمسية ربما النماذج اللي أنا ممكن أكون بزلت جهد أن أنا أطلع نموذج بسيط وفي نفس الوقت متقن ومحتفظ بأدواته الفنية حسن معكم بقى حاجة عن المرأة بس بقى مش هنعترض فيه ناس بتعجبها فيه ستات بتعجبها معظم ستات عجبته الأنوان النص هو غريب شوية الفصل الأول من الباب السابع من الجزء العشرين من موسوعة تعريف المرأة أيوة أيوة هنشوف بقى عرف المرأة زي المرأة طفل لم يكتب في خطة سيرته الذاتية أن يكبر تحمل فرشاة وردية فتلون أركان الدنيا وتخط تفاصيل 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 المنظر ترسم للكون ملامحه وتميز ذائقة الأشياء فتراها تمنح للحزن بلاغته بدموع وملابس سوداء وتزين الفرح بفضتها وبريق قلادتها الذهبية ذات مساء فتصوغ بأفق تمردها حرية طير وسماء وتزخرف من علب التجميل الوجه الشاحب للأجواء هي نشوة حدن ولقاء ومذاق الراحة في سفر قاس سادي الأهواء أكمل ترحالك بامرأة فالنسوة واحات الصحراء ورسائل سلوان أخضر وتذكر المرأة طفل لا يكبر تحسبها صلبا لا يكسر وتذوبك باللور السكر في شربة ماء الله ترسل للهاتف بهجته وتعاند حرصه توقظ بالخاتم زهوته إذ تلمس فصه تمنح للشاعر أناقته وتجمل للشاعر نصه ويفوح العطر بصحبتها إذ يكمل نقصه يبحث عن حقل تألقه فيلاقي فوق ملابسها الجذابة فرصة هي بطل الغنوة والإطلالة والقصة لا تحلو بغياب المرأة جلسة لا تكمل من دون المرأة رقصة المرأة طفل لا يكبر المرأة لا تكذب لا تقرأ لا تسمع بل تشعر فتذكر لا تكذب صوبة تساؤلها لا تكذب صوبة تساؤلها أو تصدق لا تصمت عند تحاورها أو تنطق لا تغضب إن وضعت لسياق حديثك تفسيرا أحمق إن قتل العقل على يدها وانتحر المنطق لا تقلق فالمرأة طفل يسعده طعم الكاكاو ألوان الحلوى وشاركة فنجان القهوة وجموح الرقراق الأزرق المرأة يمكن أن تغضب أن تقتل أن تحرق لكن بنقاء الإحساس ستشرق وتصير عطاء مجنونا لا محدودا إذ تعشق للمرأة في المثل الشعبي جذور وبقاء فتراها خلف العظماء ووراء مصائب كل الدنيا فتش عن آثار نساء المرأة داء ودواء أنشودة سعد وشقاء لا تهم نفسك أنك قد أوقعت مرأة وبأنك داهية جبار المرأة هي من يختار من يملك في العشق من يملي وقع اللحن على الأوتار من يملك في العشق خيوط قرار من ينأى أو يقبل الاستمرار من يسكب فوق اللوحة ألوانه لتناسب قصدا فستانه المرأة في العشق هي الأطغى فرعون أرق عوانه كم رجل من قهر امرأة أخفى بالبسمة بركانه كم رجل يطمس فكرته يخشى إن خلف في رأي سيف الفرعون وسجانه كم رجل يكتم إيمانه من منكم ببهاء مرأة لم يصحر من منكم من كيد امرأة لم يقهر أو قدم قوته قربانا لدموع صغير لم يكتب في خطة سيرته الذاتية أن يكبر الله الله حلوة جدا بس أنا بس أنا ما عنديش أعتراض على أي حاجة أنا عايزة بس أقول تعليق لما بتقول المرأة داء وداء وإن هي ممكن تقول لك ما تنطقش وممكن أو تبقى في وقت مش عايزك تنتق وفي وقت لا اتكلم ولو كلمت لا اسكت هي المفتاح في إيد الراجل إنه يخليها كده هو الراجل بحاجة بسيطة جدا ممكن يخليها الداء وممكن يخليها الدواء بكلمة صغيرة بلمسة صغيرة بلفتة كده حانية بحاجة صغيرة جدا مش بالألماظ والله مش الناس بتبقى فاكرة كده لكن بالحاجات الصغيرة ممكن الستة دي تبقى داء وبالحاجات الصغيرة الحلوة بقى ممكن تبقى دواء متفق جدا وده بيؤكد إن سيكولوجية الستة تخلالف عن الرجل ده مشهد مهم جدا آه إحنا في عصر حقوق المرأة مش هننكر ده لكن الستة كائن مختلف يعني أنا عايزة أقول في القصيدة ما تتعاملش معاها كند ما تتعاملش معاها إن هي زيك هي مختلفة عنك ممكن بالضبط هي نفس كتاب المشهور ده هي نفس الرسالة ستة كائن مختلف قد تحيد عن المنطق لكن ليها مفاتيح أخرى أنا هي بتؤكد نفس رأيك ليها مفتاح ممكن ما يكونش المنطق ممكن يكون طعم الكاكاو وشاركة فنجاني القهوة وجماله الصحبات اللي تجيبلي الشكولاتة يا بلاشي أولا روح رجع البطاطة بالضبط وده يطرح موضوع عشق الستات كلها لشكولات محدش فهم سببها لغاية دلوقتي لكن يبدو أن في أقول لك سر ليه بقى الشوكولاتة أو الكاكاو فيها مادة السيروتونين طب مش بتأثر في الرجالة ليه ما هو ده أنا دكتور ومش هارف هي جاءه ما هي معرفش في تركيبة السيروتونين بتعمل سعادة بتعمل سعادة في الجسم ليه بقى لأن الراجل بيبقى كبسها وكبتها ومزعالها ممكن بسيجب لها شوكولاتاية فحيساعدها فحتسك كازم السهر ونزار قباني يمكن هذا الدويتو من أجمل من أبدعه أغاني للمرأة ولا إيه رأيه طبعا هو نزار يعني أنا هنحازل نزار مش عشان هو شاعر هو صاحب الكلمة أنا بشوف نزار محطة من محطات الشاعر العربي طبع محطة حقيقية حتى كان فيه نقاط كتير جدا بيهجموه لأنه جماهيري وكان يكتب ينشر كل ما يكتب ليه نصوص طبعا مش بقوة لكن أنا بشوف أن الصياغة اللي بيعملها نزار دي هي صياغة صعبة جدا أنك تجمع بين الفنية والجماهرية أنتصل بقمة الفن إلى عمق المجتمع إضافة بقى لمدرسة نزار واستخدامه للفصحة الدارجة اللي هي فصحة بس بينتقي المفردات تكون بسيطة جدا هو من أكتر الناس اللي قدروا يتوصلوا مع المرأة ويعبروا عن سيكولوجية المرأة أنا أعتقد هو وإحسان عبدالقدوس إحسان عبدالقدوس في الرواية ونزار في القصيدة طبعا ما فيش كلام ما فيش كلام وأعبر عنها كمان بعصرية بمفردات العصر بمفردات المرأة العصرية فكان نزار معبر جدا نتفق أو نختلف معاه في بعض النصوص لكن هو هو مدرسة كبيرة وشعراء كثيرون يتوقفون عنده نزار قبالي قاظم يعني عادة الأغنية تحمل القصيدة على جناحيها لأن الأغنية فيها موسيقى أعلى من موسيقى القصيدة وهي الميوزيك المسموع وفيها صوت المطرب وفيها أداء كل الحاجات دي بتساعد في الانتشار لكن أنا بشوف أن قاظم استفاد أكتر من نزار قبالي هو استفاد من حب الناس وعشق الناس لنزار ربما نزار استفاد من عبدالحليم حافظ ونجات في مرحلة من المراحل لكن حينما ظهر قاظم كان نزار أكتر قرأت الفنجان قرأت الفنجان طبعا وهي قصيدة سياسية جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب حتى مطلع القصيدة ودخلتها غير تقلدي فجي قاظم بقى جانا جذء من أنه يترجم شاعر كبير في أغاني في عصر قاظم أنا بعتقد أن ده كان تحدي وحقق تميز حقيقي وتميز إحنا بنالماسه لغاية النهاردة فطبعا هما دوتو كان أكثر من رائعك